بسم الله الرحمن الرحيم أنف لامر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفرون أو كانوا مسلمين ظرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمن فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له نحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع أولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلب المجردين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إننا سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسعورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان الرجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبثنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له بالرازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائن وما منزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوالتون ونقد علمنا المستقدمين منكم ونقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرون إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السمون وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك النعنة إلى يوم الدين قال رب فأنذرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغابين وإن جهنم نوعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقصوم إن المتقين في جنات وعيون أدخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل الإخوانا على صرر المتقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما وقال إنا منكم وجدون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتوني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنض من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل نوط إنا لمنجهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل نوط للمرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا ينتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تخضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لأمرك إنهم لفي سكرتهم يعلمون فأخذتهم الصيحة مشرقين فاجعلنا عاليها سافلها وأمضرنا عليهم حجارة من سجين إن في ذلك لآيات للمتوسلين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة آتية فاصبح الصفح الجميل إن ربك هو الخناق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثال والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تطمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله 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 آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ثم انظرونا مثل أماكن اشتركوا في القناة صحب�� لأنه شكرا got تصد hurt يسر inha يسر اشتركوا في القناة